بعد كده المرض الثالث اللي هو مرض تعفن الحضنة بنلاقي الأعراض الإصابة إن البرواز بتاع الحضنة في عيون مفتوحة وفي يرقات لو أنا جت بأي ملقاط أو بأي قطعة خشب صغيرة وسحبت أجزاء اليرقة بتعمل خيط وهذا الخيط بيبقى لونه بني غامئ وريحته طبعا ريحة السمك الفاسد لو ملقتش الخيط ده يبقى ده بكتيريا أخرى غير بكتيريا التعفن بتاعة الحضنة الموجودة عندنا البكتيريا التعفن الحضنة يبقى إن أنا بلاقي عيون بتاعتها الأغطية بتاعتها غائرة يعني الغطى بتاعة العين الشتناسية بيبقى غائر بفتح الغطى وبعدين أسحب الجزء بتاعة اليرقة أو جسم اليرقة للآخر بيعمل معي خيط الخيط ده من 5 إلى 7 سنطي وخيط متصل وبتبقى ريحته لونه بالنغامة وتبقى ريحته بتبقى بارعا لحة السمك الفاسد أو ريحت يعني غير مقبولة وبالتالي يبقى أنت عندك مرض تعفن الحضنة الحضنة أيضا بيبقى منظرها مسقب داخل البرواز بتلاقي عين فيها حضنة وعين ما فيهاش أو تلاتة ما فيهمش يعني في عملية تسقيب وهو عملية وجود التسقيب ده داخل الحضنة بتاعة الجوة البرواز ده سبب أو مظهر مهم جداً من مظاهر وجود تعفن الحضنة اللي هو الأوروبي أو الأمريكي وبالتالي أنا باجي لليرقات الموجودة داخل العين السلسية وأسحب جسم اليرقة دي بخشبة صغيرة أو ملقاط باجد أنه بيعمل معي خيط الخيط ده يبقى طوله حوالي من 5 إلى 7 سنطي وخيط متصل وبالتالي بيبقى ريحته يبقى أنا بعرف أنه عندي فعلاً وجود تعفن الحضنة لازم كل مفحص لازم أعرف أنا أعمل هذه الاختبارات سواء كان تعفن الحضنة سواء كان الفروة فالساس أن أنا أعمل وقاية قبل ما يظهر عند المرض بيبقى أنا بعمل برضو علاج وقائي أن أنا بستخدم المواد المصرح بيها من قسم بحوس النحل ومصرح بيها عالمياً لمكافحة أو لمقاومة أو لعلاج مرض تعفن الحضنة أما المواد الغير مصرح بيها من قبل قسم بحوس النحل استخدامها في علاج مرض تعفن الحضنة فيمنع منعاً باتاً استخدام هذه المواد لأنها بتسبب ضر الإنسان الملاحظة الثانية إن أنا لازم لو باستخدم مضاد دحاوي أستخدمه قبل موسم النشاط ده حوالي 45 يوم حاجة تالتة لو أنا أعمل عملية وقائية يبقى أنا بعمل علاج وقائي بالمواد المصرح بيها برضو قبل موسم النشاط على أساس إن أنا بمنع الإصابة لأمراض الحاجة اللي بعد كده الاحتياطات الواجب مرعاة إن أنا عدم نقل خلاي برويز حضنة من مكان إلى مكان سواء من خلية إلى خلية داخل منحة الواحد أو بين المناحل المختلفة حتى لا يتم نشر إيه نشر المرض لأن الباكتيريا بتاقي موجودة على العتلة على الفرشة على الإيدين بتاع البن آدم على ملابس الإنسان على الأذرول وممكن أن أنت لو اتنقلت في نفس اليوم من منحة إلى آخر ممكن يبقى الإنسان عامل لنقل هذا العدوى من منحة سليم إلى منحة المصابة وثم العين النحال نفسها هي المؤشر اللي ممكن تقول له أثناء فحص الخلايا يبقى أنا عيني فاحصة ومقدرة لوجود أو عدم وجود مرض عندي حتى أقوم بعملية العلاج أو أقوم بعملية العلاج الوقائي والمضاد الحيوي ده بيستخدم إما مع التغذية يئمة مع السكر البدرة ويفضل أننا استخدمه مع سكر البدرة وبدر بالنحل كله الموجود داخل الخلايا وبرضو أثناء الغروب أو عند رجوع النحل كله إلى خلايا حتى يتعرض كل الشغلات إلى العلاج بهذا المواد المستخدمة في العلاج ده بالنسبة للعملية الموجود برضو وعدم استخدامها في المية أو ما ندوهاش في المية ليه؟ عشان لأن دوبان هذه المضادات الحيوية في المية بيأثر على التركيب بتاعها وبتبقى فعاليتها أقل من لو استخدمت مع السكر البودرة أو تعفيرا داخل خلايا النحل ده بالنسبة للإحتياطات المهمة أو الواجب لوقاية المناحل من الأثار الضارة للإصابة بالأمراض المختلفة عند مكافحة أمراض النحل وعلاجها يجب استخدام المواد المصرح بها من قسم بحوث النحل وتجنب المواد غير المصرح بها لما لها من أضرار كبيرة على صحة المستهلك كذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في معالجة النحل قبل قطف العسل بفترة كافية لتلافي وجود أي متبقيات من تلك المضادات في العسل الذي يتم تداوله